مرحبا بكم في قناة تحفة يوب أشهر طويلة الجزائر تسجل أقل من 200 حالة جديدة لليوم الثاني على التوالي بعد أن كانت تسجل حوالي 700 حالة يوميا إذ كان الوباء انتشار بقوة في الأسبوع الماضية وظلت تراجع شبه يومي لتسجل الجزائر يومي 191 حالة وبإذن الله يستمر التراجع إلى سفر حالة إذ أن هناك تفاؤل كبير من المختصين لكن في ذات الحين حدروا من التهاون بخصوص تدبر الوقائية لتفادي أي سيناريو غير متوقع في انتظار حصره كليا بحول الله هذا وفي خبر منفصل صحف عربية وأجنبية تتحدث عن الجزائر والموقف التابت والتحدي يصنع الحدث وهذا بإعلان مباشر من الجزائر لرفض أي تطبيع وإعلان المطلب الجزائر العادل وقبل الحديث عما جاءته في هذه الصحف ومطلبته الجزائر الرئيس بون عدل الحديث مجددا عما اسمه بهرولات بعض الدول العربية إلى تطبيع وتتسارع في ذلك مؤكدا أن الجزائر لن تسار أبدا نحو التطبيع لا اليوم ولا غدا تحت أي درفين كان مشيرا للدول المطبعة بقوله مجددا أن الحل يجب أن يكون فلسطينيا ولن يخرج إلا من عندهم لأنهم هم أصحاب القضية وأنه إن حلت هذه القضية ستكون مفتاح الشرق الأوسط مبديا أسفه الكبير لضعف وخضوع بعض الدول العربية حيث باتت العديد من الدول العربية وقفة في الصف وتنتدر دورها لإعلان تطبيعها مع العلم أن أول ثلاث دول سارعة للتطبيع وفتحت شهية الدول العربية الأخرى التي ترغب في ذلك هي السعودية والإمارات ومصر وهناك آخر سيعلن عنهم تدريجيا هذا وكان تسريح الرئيس بون مفاجئ وصادم للدول المطبعة لكن لم تكن هناك أي ردة فعل منهم سوى الصمد خصوصا وأنهم كانوا يظنون أن الجزائر ستدل في موقف الحيات دون تدخل وانتقاد تطبيعهم أين بات مطلب الجزائر في الحل؟ هو إعلان دولة كاملة وعاصمتها القدس الشريف وغير ذلك لا إلا من الفلسطينيين أنفسهم حيث حسم بذلك أنه لن يتغير موقف الجزائر أبدا في دعمهم لأنها قضية مقدسة ولا تقبل تعديل ولتذكير مجددا الجزائر هي الدولة الوحيدة التي لازلت تدعمهم ماديا بعد أن تخلوا عنهم كل الدول العربية والأجنبية للضغط عليهم وإخداعهم هذا وتصدر موقف الجزائر عنوين العديد من الصحف أبرزها بي بي سي عربي وفرانس فانتكات وأرتيا الروسية وغيرهم الكثير خصوصا وأن الرئيس بونتا وعد بالحديث عن القضية في خطابه القادم بالجمعية العامة للأمم المتحدة لتكون كنداء للدامير وربما لتوقض قلب وعقل الدول المطبعة والتي تنوي ذلك ولحد الآن هناك فقط رئيسان أعلن رفض التطبيع وأدانه وهما الرئيسان قيس سعيد والرئيس بون أما البقية فحلت صمت رهيب وتحذير في الخفاء للإندمام فما رأيكم في موقف الجزائر وتونس وموقف الدول المطبعة لحد الآن هذا وفي خبر منفصل تونس تواصل استعداد والتحذير لاستقبال الرئيس بون حيث يتم التحذير لاستقباله جيدا خصوصا وأن تبون وقيس سعيد تربطه مع علاقة قوية كما أنها ستكون الخارجة الأولى للرئيس تبون خارج البلاد منذ توليه منصب رئيس الجمهورية مع العلم أن الرئيس قيس سعيد كان زار الجزائر وكانت أول خارجة له منذ توليه منصب رئيس الجمهورية وكان ولازال يعتبر مسار الجزائر وتونس واحدا ومشترك لأن الجزائر حسبه الأقرب لتونس في المبادئ وكل مواقف فما رأيكم في ذلك؟ الحديث من جهات الرسمية في الجزائر والمغرب عن عمل توناء وتوجه مشترك بين تبون ومحمد السادس لطي جرح الماضي وبعث العلاقات من جديد أكد سفر الاتحاد الأوروبي الأمر جون أوروك في حديثه عن ما تنوي الجزائر والمغرب فعله حيث فتح الرئيس تبون مجددا الباب أمام الملك المغربي في خارجته الأخيرة للاتفاق توناء والعمل المشترك المبني على الأخوة وحسن الجوار والاتحاد في مواجهة التحديات بالمنطقة إذ أن الملك المغربي محمد السادس والرئيس تبون كل طرف يغازل البلد الثاني مؤخرا مع العلم أنه لا يخفى على أحد حجم الجمود والخلافات التي كانت بين النظامين الجزائري والمغربي في عهد بوتفليق على مدار عشرون سنة وبقت كل محاولة بالفشل حينها خصوصا مع كون نظامين الجزائري والمغربي سابقا كان يسلطني الصحافة لمهاجمة كل طرف حتى في عز أيام الحوار وهو ما كون صورة نمطية خطئة الفئة من الشابين التي لازلت لحد الآن تنقض وراء تلك الفتنة أما حاليا فقد تغير الأمر قليلا كخطوة أولى وبات كل النظام يحاول كتم سعار صحفته على البلد الثاني الرئيس تبون صرح أنه مساعد للحوار وسيكون سعيدا جدا به نفس الأمر مع الملك محمد السادس الذي عاد لمغزلة الجزائر حيث أنه من المنتظر أن يتبدل الطرفان زيارة قريبا تحديدا بعد زوال الوباء بحول الله وأكد مخصص أن ما أجل الزيارة بين الطرفين هو الوباء العالمي المنتشر إلا أنه أخيرا ستبدأ الزيارة الرسمية والبعاتة الدبلوماسية الممهدة لبدء الحوار فهذا الحوار سيكون له شروط معقولة بين الطرفين ومحاولة الوصول لوجهة نظر شبه مشتركة خصوصا في القضايا الشائكة التي جعلت من الخلاف ينمو ويزداد حدة مع العلم أن هناك تفاؤل كبير بنجاح الخطوة فدولتان بحجم الجزائر والمغرب واتقالهما قاريا اتحادهما سيشكل قفزة نوعية وفوائد ضخمة للبلدين اقتصاديا وحتى معنويا للشعبين المسلمين فهناك عائلة علقة من الطرفين بسبب الحدود المغلقة وفي سنة الإعلام كما أن الحدود الجزائرية المغربية إن تم توصل إلى فتحها ينتظر إرفاقها بعدد من الشروط المعقولة أيضا فهل أنتم متفائلون بنجاح هذه المبادرة لحد الخلافات التي طالت كثيرا هذا وفي خبر منفصل ضمن أحدث الأخبار المحلية إعادة الفرين من العدالة قاربة مع هذه المؤشيرات وماذا ينتظرهم عند إعادتهم ولن تصدق عن كم عددهم ومفاجأة تكشف عن ساعد بوتفلقة لا تصدق أيضا فما هي؟ بداية لا تزال الجزائر تلاحق عدد كبير من المسؤولين وأقربائهم وبعض درجة الأعمال الرفيدين الدخول للجزائر من أجل المحاسبة فهناك قائمة ما إصدار أمر بالقبض الدولي عليها والبعض ينتظر إدراجهم أيضا في القائمة بالتزامن مع فتح ملفاتهم بالعدالة فمن هم الأقرب لنجا عملية إعادتهم حاليا؟ والأكيد أنه عند إعادة أول مطلوب ستزول تسليمت بكثرة إلى غاية إعادتهم جميعا ولتكون ليلة القبض على أولهم لأبل مفاجأة مع إرجاعهم هذا وعن الرقم الضخم الذي قد لا يعرفه كثيرون هو أن هناك حوالي 500 فرص لحقهم الجزائر بالخارج حسب ما ذكرت صحف محلية وأبرزها الجزائر واحد متمثلين حسبها في مسؤولين باريس وولات وقودات ومديري شركات خاصة ورجال أعمال ويحملون جنسية مزدوجة وغيرهم الكثير وطبعا القائمة شملت أيضا حسب الجاردة أبنائهم وأقربائهم الضالعين معهم في الملفات فأغلب المطلوبين الهاربين كانوا متواجدين بالخارج عندما بدأ حركتاني والعشرون في فرحينها حيث أحس حينها بأن الوضع سيتغير وسط لهم المحاسبة مع سقوط بوزفليقة لهذا لم يعودوا من هناك من ذلك التاريخ وجزء كبير منهم كذلك فروا إلى الخارج قبل سقوط بوزفليقة بأيام